يشارك وزير الرأي والموارد المائية محمد عبد العاطي في مؤتمر دوشنبيل المياه ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث يشارك عدد من السادة الوزراء وكبار مسؤولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية وعلى همش مشاركته في المؤتمر ترأس وزير الرأي جلسة تعزيز الروابط بين الموارد المائية وتغير المناخ وخلال الجلسة أشار الوزير إلى أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي نظرا للأثار المتزيدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكايف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف ترجمة نانسي قنقر